تعليم الرب يسوع المسيح كلام باطل كالأمم وصل لعند الصوم بقول ومتى صمتم يعني هو بيتوقع الصوم واتكلم عن الموضوع لما قارنوا بين تلميذ يحنى العريس معكم اللي هو يسوع فمتى صعد إلى السماء انطلق ساعتها ممكن انصوم فهو بيتوقع أن المؤمن يصوم ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك يعني بالعرب احلق دأنك وزبط حالك وفرش سنانك وأما أنت فمتى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية تعليم عظيم جدا يعني شايف ده العكس تماما على اللي بيحصل في السيام رمضان يعني آيات الحقيقة قررتها بتاعة المسيح وهو بيكلم عن السيام إزاي أنا لازم أدهن رأسي ولازم لا أظهر أمام الناس أني صائم وأن أنا أبين لهم أن أنا مش تعبان ومش مجهد أخسر وشي علشان ما يفتكروش أن أنا الناس ما تعرفش أن أنا صائم فأبويا الذي في الخفاء يجازيني علنية ما تعملوه إزاي المرائين اللي بيقفوا بيبينوا نفسهم قدام الناس صائمين وقال عليهم مرائين ممثل يعني ده معنى إيه ده معنى إن اللي بيصوم وهو بيظهر للناس إن هو صائم ده مرائي والله لا يرى هذا النوع من السيام لأ وفي دينوني مش بس يعني إنهم استوفوا أجرهم يعني المرائي اللي بيعمل حاله صائم ويمكن صائم بس الدافع تابعه خاطئ مليان غضب الرب حك عن الغضب عم بيصلي عم بيكرر الكلام باطل وهكذا فالرب شايف وعم بيجمع دينونة ومثل ما بقول الكتاب صلاتكم صارت مكرهة لي يعني تصوري الإنسان بيصلي وقال الله بيقول له أنا مش طايق الصلاة بتاعتي أسمع الصلاة اشتركوا في القناة